أقرت الموازنة العامة للعراق للسنوات الثلاثة المقبلة بعد إدخال تعديلات وإضافات إلى المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من المشروع والمتعلقتين بحصة إقليم كردستان وسط تجاذبات وخلافات شديدة عمقت من هوة العلاقات السياسية المتشنجة أصلا بين حزبي السلطة في الإقليم الديمقراطي الذي وافق على المشروع على مضض وبين غريمه وشريكه الاتحاد الوطني الذي أصر على إدخال تلك التعديلات بالاتفاق مع الكتل الشيعية ذات الأغلبية أبرز تلك التعديلات هي الفقرة الثامنة المضافة إلى المادة الرابعة عشرة التي تتيح لإدارة محافظة السليمانية الحصول على حصتها من الموازنة مباشرة من بغداد بعد موافقة رئيس الحكومة الاتحادية وهو ما تعتبره أربيل انتقاصا من صلاحياتها الدستورية بدلا من أن تكون هذه الموازنة أداة وصل جديدة بين المركز والإقليم أصبحت حجر عثرة وربما تشكل أزمة حادة قد ترسم طبيعة العلاقات خلال المرحلة المقبلة وهذا الأمر يشكل تحدي جديد إضافة إلى التحديات السياسية في البلاد خبراء في الاقتصاد يرون أن الحصة المقررة للإقليم بصيغتها الحالية ستنعش في حال تنفيذها الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة في الإقليم في تصور الأمور ستكون جيدة لأنه ضمنت الموازنة الحصة الثابتة لإقليم كردستان وأهم فقرة به هو رواتب الموظفين والمتقاعدين والشهداء وغيرها وتجاوزت عقدها كانت مستعصية على الحكومات السابقة ألم أن هذه الموازنة تستمر لثلاث سنوات لكن تبقى بعض الفقرات الخلافية التي بقت وبالتأكيد لا يمكن دائما توقع أن تكون موازنة مثالية ترضي جميع الأطراف وبخلاف الوضع في الوسط السياسي يتطلع الشارع الكردي بتفاؤل حذر إلى ثلاث سنوات قادمة من الاستقرار المعيشي ما لم تفسده الخلافات السياسية بين قطبي السلطة الذين لا يتفقان على أي شيء البيانات المنتقدة التي صدرت من القوى الحاكمة في إقليم كردستان عقب إقرار الموازنة بالأغلبية يعتبرها مراقبون مؤشرا على بداية أزمة سياسية جديدة في الإقليم عنوانها تقاسم الأموال والسلطات هيوة عزيز سكاي نيوز عربية أربيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر